فلسطين أصبحت عدوا رسميا في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي خطوة تعتبرها السلطة الفلسطينية وسيلة قانونية مؤثرة للنضال السياسي لمواجهة جرائم إسرائيل في حين تراها فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس أنها لعبة سياسية للضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى طريق المفاوضات والإفراج عن أموال الضرائب هذا المالكيبي يقول أنه نحن على استعداد أن نسلم أي فلسطيني تطلبه محكمة الجنائية الدولية بمعنى أنه يريد أن يتعاون مع إسرائيل ضد المقاومين هدفه ليس محاكمة إسرائيل ولا جرائم إسرائيل ولا قيادات إسرائيل ولكن هدفه هو تحسين شروط التفاوض من ناحية وأيضا للضغط على حماس وعلى المقاومة حتى توقف عملياتها خبراء في القانون الدولي يقولون أن رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية يتطلب جمع أدلة وبراهين تقنع هيئتها بفتح تحقيق إلا أن ذلك سيواجه بعوائق قانونية على رأسها عدم انتساب إسرائيل للمحكمة الدولية وبالتالي فإن إسرائيل غير ملزمة بتسليم قاداتها للمحاكمة فأي قرار من المحكمة الدولية يتطلب موافقة من مجلس الأمن وأقصى ما يمكن فعله هو تقييد تنقلات قادة إسرائيل وتوثيق جرائمهم دوليا قد بدأت محكمة الجنائية الدولية مدعي عام المحكمة بفتح تحقيق أولي فيما نسب لدولة الاحتلال باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدوانها على قطاع غزة عام 2014 وبالتالي سنستطيع محاسبة وجر قيادات الاحتلال إلى محكمة الجنائية الدولية بالرغم من أننا ندرك أن دولة الاحتلال لن تتعاون مع المحكمة في تحقيقاتها أو في تسليم قادتها كمجرمين حرب سكان قطاع غزة وخاصة من ارتكب الجيش الإسرائيلي بحقهم مجازر في الحرب الأخيرة على القطاع يأملون أن يكون انضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية خطوة لمحاسبة من قتل أبنائهم وأطفالهم وضمر منازلهم ويطمحون وضع قادة إسرائيل خلف قطبان السجون نحن نطالب بتفعيل انضمام السلطة لمحكمة الجنائية الدولية ورفع تعاول ضد قادة الاحتلال حتى يتم محاكمتهم على جرائمهم هذه كلها بيوت مهدمة بيوت مدنيين أماكن مدنية ناس مدنيين قتلوهم وهدموا بيوتهم بأي حق يجب محاكمة قادة الاحتلال في المحاكمة الدولية ويبقى السؤال الذي تفرضه المرحلة الحالية حول جدية السلطة في مقاضات السلطات الإسرائيلية على جرائمها السابع للجنائية الدولية لن يخرج من صندوق المراسيم البروتوكولية كما يقول مراقبون انتهج الفلسطينيون مسار القانون الدولي على قاعدته بأن القانون حق وضمان وحماية رغم علمهم بعجز هذا القانون عن حمايتهم وإنصاف قضيتهم سيفل سويتي أوريانت نيوز غزة